أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في محافظة البحر الأحمر مشيرا إلى أن المحافظة تعد أرضا خصبة لجذب العديد من الاستثمارات جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي والشبابي بمحافظة البحر الأحمر حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن لقاء يأتي في إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمحافظة مشيرا إلى أن الشباب هم المحرك الأساسي للتنمية وأن الوزارة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار لخدمة هذا القطاع الحيوي